مهدي أميني، رسام وأفغاني صفتان اجتمعتها لتنتجى أعمالاً فنية تعبر عن الحياة في بلد مزقته الحرب حرب كانت الملهمة الأولى لأميني رغم تلقيه تهديدات بالقتل إن لم يتوقف عن الرسم قالوا لي توقف عن نشر رسوماتك وإن لم تفعل ذلك فستكون حياتك وحياة عائلتك في خطر أميني، المهندس المعماري من كابل يعمل مع منظمة مدنية على مشروع لإعادة بناء العاصمة الأفغانية وفي وقت فراغه يواظب على الرسم مشدداً على أن الرسم وسيلة فعالة لنشر الأفكار في بلد بلغت نسبة الأمية فيها 74% وهو على عكس الكثير من الفنانين لا يجد صعوبة في استلهام أفكاره التي يمده بها الوضع المضطرب في بلاده لكن الصعوبة تكمن في إيجاد وسيلة إعلام توافق على نشر رسومه فحتى الآن نشرت من رسوماته اليومية أربع فقط رقم لم يكسر عزيمة أميني الذي نظم أخيراً معرضاً لنشر رسوماته في كابل لا أريد أن أندم في آخر أيامي أريد أن أقول لنفسي يمكنك فعل القليل لبلدك وقد فعلت روح يحييه عليها زوار المعرض ويتمنى هو نشرها بينهم جميعاً ترجمة نانسي قنقر